ارقام القياسية اللي بيحققها المنتخب في فترة اخيرة ارقام جيدة بالنسبة للعبين محمد صلاح قصر الهدف او سجل الهدف الاربعين فتخطى مجموعة من الهدفين التاريخيين لمنتخب مصر وبيقترب من التاني الهدفين اللي هو رحمة الله عليه كابتن حسن الشازلي واحد من الكبار الهدفين الكبار الحقيقة اللي ما خدش حق قوي يعني لانه طبعا عصر حسن الشازلي ما كانش العصر اللي تقدر تركز فيه ما فيش بقى لا فيديو ولا انترنت ولا حكايات ولا اي حاجة لكن محمد صلاح على بعض هدفين من كابتن حسن الشازلي اعتقد انه خلاص يعني في طريقه اللي ده لكن هل بقى يتخطى حسام حسن الهدف التاريخي الاسطوري لمنتخب مصر اللي على فكرة فيه اكتر من اختلاف في قصة اهداف كابتن حسن حسن الاسطوري الحقيقة مهما اتكلمنا اتفقنا اختلفنا لكن في الاخر يظل حسام حسن من وجهة نظر كتير جدا من عشاء كرة مصرية انه حسن حسن هو الهدف الاول والنجم الاول في المركز ده في مصر انا بشوف كده انا شخصيا واحد من الناس اللي بتقايد جدا فكرة انه حسن حسن هو افضل مهاجم صندوق جهي في تاريخ مصر لكن هل محمد صلاح يكسر الله اعلم بيقال بانه حسن حسن سجل 69 هدف وده اللي مثبت في اه يعني احصائيات كتيرة جدا رسميا لكن كمان في فيه ناس تانية او مؤرخين او مراجع تانية بتقول ان حسن حسن سجل اكتر من 69 هدف الناس بتقول حاجة و70 ناس بتقول حاجة و80 لكن اللي مثبت فعليا هو رقم 69 واللي برضو قريب لو صلاح النهاردة 40 هدف فبيتبقى لي 29 هدف علشان يصل لحسن حسن صلاح عنده 26 سنة ان شاء الله ربنا يديه الصحة وطلط العمر ويكمل مع المنتخب بنفس التقلق ممكن جدا يوصل ويبهو الهدف التاريخي لمنتخب مصر لسه طبعا الامور هتاخد وقت كتير